الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين في الحديث الوعظي الذي طلبه السادة الأفاضل في كل أربعين اليوم أحدثكم عن حسن الظن بالآخرين واحتقار الذات ضمن قصة العلامة الشيخ الأميني وزيارة أمير المؤمنين وإيمان الرجل الأعرابي هذه قصة حلوة الدرس ما هو الدرس هو حسن الظن بالآخر واحتقار الذات عدم العجب بالنفس الإمام زين العابدين يقول وأنا بعد في دعائي في يوم عرفة وأنا بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين بل أنا مثل الذرة أو دونها عجيب الإمام الإمام الرضا عليه السلام في حديث لطيف يروي الحراني في كتابه تحف العقول ابن شعبي من أعلام القرن الرابع الهجري الإمام الرضا يقول لا يتم لا يتم إيمان عقل مرء مسلم إلا بخصال عشر أولا الخير منه مأمول الثاني الشر منه مأمول لكن العاشرة الإمام يقول العاشرة وما العاشرة قيل وما هي قال أن لا يرى أحدان إلا ويقول هذا خير مني وأتقى نحن نريد نوصل القصة الشيخ الأميني وإيمان العرابي الإمام يقول المرتبة العاشرة أن لا يرى أحدا إلا ويقول هذا خير مني وأتقى لعل هذا خير هو باطن وأنا خير يظاهر الرواية بتمامها ترى هو في كتاب تحفل عقول أما القصة القصة يحدثني بها سماحة آية الله المرحوم السيد نصر الله المستنبط وهو صهر السيد الخوئي رضوان الله عليه واللي كان مهيئ للمرجعية بعد السيد الخوئي لكن توفي أو قتل على يد البعثيين كما تتحدث بالرواية التاريخية يحدثني رضوان الله عليه بعد بحث الخارج اللي كنا نحضر عنده يوميا في محلة البرق في النجف الأشرف والسيد نصر الله المستنبط هو التركي من آذربايجان إيران يتحدث بلهجة تركية يقول أن العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني وصاحب كتاب الغدير ومكتبة أمير المؤمنين الرجل اللي توفي في نهاية الستينات من القرن الماضي علامة كبير يقول السيد نصر الله مستنبط كان العلامة الأميني له حلاقة خاصة بأمير المؤمنين وإذا دخل الحرم الشريف يبكي بكاء عاليا بكاء يبكي يقول سيد نصر الله بلهجته التركية والشيخ الأميني أيضا تركي من آذربايجان إيران يقول كان لديه حاجة عند أمير المؤمنين يتوسل شهر شهرين ثلاثة ومتعطى حاجته بينما هو في التوسل وإذا جاء أعرابي وقف عندي الشباج قال لأبو حسين رجلي ظهري اعطى الإمام حاجته وصار هلاهل المجلس صار فرحوا ملبسوا ما شاكل الأميني زعل وقام راح للبيت زعلان بدون توديع لأمير المؤمنين لما نام ذيك الليلة جاء أمير المؤمنين قال يا شيخ عبد الحسين لماذا أنت زعلان هذه لغة السنة صلى طبعا فقال له العلام الأميني يا أمير المؤمنين أنا بمقدار هذا المعيدي ليس لي كرام عندك أنا منذ شهرين أتوسل بك ولا تعطيني وهذا المعيدي جاء وأخذ حاجته في اللحظة أنا بمقدار هذا المعيدي ليس لي كرام عندك فقال له أمير المؤمنين يا شيخ عبد الحسين الآن حاجتك مقضية وأمس وصل سلامك وطلبك وحاجتك مقضية إن شاء الله محل الشاهد في هذه القصة أولا الثقة بأهل البيت وأنهم لا يقطعون ولا يردون سائلهم ثانيا عدم الاستعجال واليأس ثالثا الحسن الظن بالآخر هذا المعيدي شوفوا شون الإمام من طاح حاجت فإذن أهل البيت يحبون شيحتهم مهما كان مستواهم الثقافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته